حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية على زيارة معسكر عبور الطبيعة الذي يقام بمشاركة أكثر من 110 مشاركين من مختلف الدول العربية وبتنظيم من مؤسسة ناصر بن حمد والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع الشباب العربي المشاركين في المعسكر من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى مملكة البحرين وتبادل معهم أطراف الحديث حول المعسكر والأهداف النبيلة التي يسعى إلى الوصول إليها في تغيير أنماط الحياة لديهم وكسر الثبات بالإضافة إلى القوة والتحمل البدني عبر العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية المستمرة لمدة ثلاثة أيام كما استمع سموه إلى شرح مفصل من قبل المدرب على الديهان المشرف على تدريبات الفرق المشاركة حول أهمية البرنامج والتدريبات التي تقدم للمشاركين كما قدم الديهان شرحا إلى سموه عن برنامج الختام والذي سيتضمن العديد من الفعاليات والتدريبات الهامة وبهذه المناسبة جدد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التأكيد على أهمية المعسكر في احتضان الشباب العربي والتقائهم بما يساهم في زيادة الروابط والصداقة بينهم إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الأمر الذي يسهم في تزويدهم بالخبرات المتراكمة والاعتماد على الذات في تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها وأعرب سموه عن حرصه التام لدعم مثل هذه الفعاليات التي تجمع نخبة من الشباب العربي الذين يتواجدون على أرض مملكة البحرين في هذا المعسكر الهام وذلك لتحقيق الاستفادة الكبيرة منه مشيرا إلى أن مملكة البحرين حريصة كل الحرص على دعم البرامج العربية المشتركة وخاصة في الجانب الشبابي متمنيا سموه لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في هذا المعسكر وتحقيق الأهداف التي وجد من أجلها مضيفا أن المشاركة الكبيرة من قبل الشباب العرب وحماسهم الشديد يؤكد أن معسكر عبور الطبيعة مكان مناسب للتحدي مع الذات وكسر الثبات والتغلب على الكثير من الصعوبات والدخول في تجربة المعسكرات بعيدا عن الرسميات ونمط الحياة اليومية إضافة إلى الرغبة في خفض الوزن والتأقلم مع حياة الطبيعة مشيرا إلى أن الرغبة في مشاركة هذا الكم الكبير من الشباب العربي تؤكد على الاهتمام بتغيير الأنماط الحياتية من جانبهم أعرب المشاركون في المعسكر عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليف على اهتمامه البالغ وحرصه سموه على متابعته الشخصية لهم الأمر الذي أسهم في استحضار كافة أسباب النجاح لهذا المعسكر والذي يحمل أهدافا نبيلة جدا في التقاء الشباب العربي في مكان واحد والمنافسة في سبيل تحقيق الأهداف المشودة له مؤكدين أن المعسكر ناجحا بكل المقاييس وذلك بفضل اهتمام سموه وكانت التدريبات قد اجتملت على تمارين شاقة تتطلب تخطي العديد من الحواجز والعقبات للوصول إلى الأهداف إضافة إلى تدريبات في القوة والتحمل واللياقة البدنية عبر العديد من المسابقات الخاصة بذلك ثم تدريبات المشي استعدادا لليوم التالي ترجمة نانسي قنقر